احد الزملاء خبرني انه هو بيظن انه جرس المنبه صباحا هو اللي بيخلي يستيقظ من نومه هو السبب باستيقاظه صباحا فسألته كيف عرفت هذا الشي شو هو دليلك فاخبرني انه هو الصباحي للنهار هذا هو فاء على صوت المنبه فقلت له هذي اسمه كيس ريبورت هذي ما بتعطي اي استنتاج هذي الاستنتاج لا يمكن ان يقوم على هذي الكيس ريبورت فضرب لي امثلة بعدد اشخاص خمسة او ستة كلهم فاءوا على صوت المنبه قلت له هذي اسمه كيس سيريس كمان هذي ما بتعطيك استنتاج اللي عم تقوله انه هو صوت المنبه هو السبب بانك استيقظت قرر يعمل بحث بهذا الموضوع رح جمع داتا على مدى عشرين سنة الماضيات بافراد عائلته جيرانه والبنائه اللي فيها هو قاعد كلهم كانوا لما يرن المنبه صباحا كانوا يستيقظوا قلت له هذي اسمه ريتروسبيكتف اناليسس هذا تحليل استرجاعي هو من نوع الاوبزيرفيشنال ما بيعطي الاستنتاج اللي عم بتقول فيه هذا باحسن احواله بيقول في ترابط بين رنة المنبه صباحا وبين الاستيقاظ بس ما بيقدر يعطي ابدا سببية ما بيقدر يثبت انه السبب بالاستيقاظ هو رنة المنبه صباحا الموضوع ربما تلاقوه طريف بس حقيقة اثبات السببية كاجواليتي مختلف عن اثبات الترابط اللي هي الاسوسياشن غير الكوزيشن هذا الشيء ملاقي بدراسات الاوبزيرفيشنال كثير لحتى نقدر نثبت انه المنبه رنة المنبه هي السبب الاستيقاظ اول شي لازم نعمل لازم ما نعتمد على دراسة واحدة رقم واحد ما هي دراسة واحدة بتكفيني لازم عدة دراسات كلها تتضافر سوا وتعطيني نفس النتيجة انه لما عم رن المنبه الصباح عم يفيقوا الناس عليها هي رقم واحد رقم اثنين لازم دائما صوت المنبه يسبق الاستيقاظ مشان ما يكون فيه ترابط عكسي ما يكون هو الاستيقاظ وعم يخلي المنبه يصير يرن هذا الشي ربما تلاقوه اختاخدوه بالمزاح بس مثلا بالمثال اللي عرضنا من فترة انه هل استقصال الرحم بزيد الخطورة القلبية الوعائية ربما يكون فيه ترابط بين الحالتين بس الترابط عكسي حقيقة بمعنى اخر انه الخطورة القلبية الوعائية العالية وجود اصابة قلبية نوع الله اعلم شو هي الاصابة هي اللي تسببت بوجود اختلاطات وقدت الى قصورات شريانية ربما انتهت بقصور الرحم مثلا قصور الشريان الرحمي وانتهت باختلاط انه لازم نستقصال الرحم يعني هذا صار اسمه ترابط عكسي طبعا عن مفترة كلام نظري فالسبب هون بيكون هو الاصابة القلبية هي السبب الاولي والاصابة الثانوية او النتيجة الاكسفوجر هو الاصابة القلبية والاوتكم هو الاستقصال الرحم وليس العكس مثل ما نحن ظنين هذا الشيء ممكن تتير نلاقي بالاحصاء بالمناسبة generation مثل ما قالناك لازم نكون دائما السبب يسبق النتيجة explodger يسبق النتيجة اللي هو رنة المنبّه لازمة تسبق الاستيقاظ هذه رقم اثنين رقم الثانية لازم يكون في رقم الثانية لازم يكون فيا جرعة بمعنى اخر لما يرن المنبّه رنة خفيفة يصير الاستيقاظ ممكن القبرة بيصير الاستيقاظ ممكن خفيف الجرعة لما يكون المنبّه رنته عالية يصير استيقاظ اعلى هذا الشيء يدلنا أنه الترابط عالي الاجتماع هذه العامل الثلاثة سواء بيقلنا ربما قد يكونوا لاحظوا كلمة استعمال كلمة قد أنه في عندي هذا الترابط هو تسبب فيه تسبب وليس مجرد ترابط فيه causation يبقى هذا الشيء افتراض يبقى هذا الشيء قد يعني ما بنقدر نحن نثبت أنه فعلا المنبه بيستسبب بالاستيقاظ لحتى نختبره بRCT حقيقة الـ Randomized Control Trial وهي تعطيني الجواب القاطع أنا هون بعمل intervention اللي هو أني أنا بربط المنبه بيوزع الناس عشوائيا بيعطيهم منبهات وحدة منهم شغال وحدة منهم ما بيرن الصبح وبشوف مين فاء على صوت المنبه الصبح ومين فاء لحاله فإذا كان صوت المنبه يفيئ الناس بنسبة أعلى فمعانا تفعلا صوت المنبه فعال باستيقاظ الناس ساعة محددة الفكرة الخلاصة من الفيديو وببساطة أنه مدائما الـ association الترافق أو الارتباط هو الـ causation causation أو التسبب هو بده معايير محددة دراسات الـ observational ما كتير قوية بهذا الموضوع وفي دراسات أقوى من دراسات الـ retrospective ما بتعطي أبدا الـ causation بتعطي association أو correlation المثال طبعا فيه نقطة هامة جدا فوق كل هالكلام الأحصائي اللي عم نحكيه أنه لازم يكون فيه تفسير فيزيولوجي معقول للتسبب يعني رح نضرب مثال بسيط أنه نحن في أحد الزملاء لاحظ ملاحظة أنه كل ما كان عدد الرجال الحريق اللي عم يروحه لي خمده حريق معين أكبر كل ما بيكون الدمار الناتج أكبر فهو عم يفترد أنه الرجال الحريق ورجال الإطفاء هنّي عم يتسببوا بهذا الدمار طبعا فيه correlation موجود دائما في حريق وفي رجال حريق تأثير الجرعة موجود كل ما زال عدد رجال الحريق اللي عم يروح لزيد الدمار الناتج دائما كعم يكون فيه شي سابق الرجال الحريق عم يروحوا الدمار الناتج أكبر بس حقيقة عم ينسو كنفراء فاكتور بالنص لأنه عليه هو العوامل المضللة وهي السبب الحقيقي بهذا الدمار الكبير هو حجم الحريق نفسه لما يكون حجم الحريق أعلى يكون رجال الحريق يكون أكبر وبالتالي الدمار الناتج يكون أكبر هذه مهمة جدا للتفسير الفيزيولوجي للإفتراضي خلينا نقول لحدوث السبب بين الإكسبوجر وبين الأوتكم إذا لم يكن هذا السبب موجود أو معقول التسبب غالبا يكون خاطئ بضرب مثال بسيط حقيقة من البراكت السبعنا الاعتلال الكلية بالمادة الضليلة أكيد سمعاني فيه أنه لا تعطي كونتراس سيصير فيه أذية للكلية في مرضى مؤهبين أحد الدراسات عملت تحليل راجع وشافت شو هي عوامل الخطورة بتترافق أكبر مع أذية فأحد الأسباب وهو وجود أذية كلوية في قصور كلوية درجة 3 أو 4 مثلا وهذا السبب معقول جدا جدا إذا الكلية أصلا تشتغل على الحد إذا لم تتعرضها لسموم جديدة فربما طبعا الكنتراس ممكن تساوي أذية بحد ذاته إذا كان بجراعات عالية فربما هذا شيء ومعقول جدا أنه مرضى القصور الكلوي أنه خطورة أعلى من مرضى لكلية أصلا سليمة وجود السكري كعامل كمان هذا شيء معقول لأنه السكري كمان بيسبب أذية كلية وأذية كلوية وبالتالي معقول جدا أنه يكون مرضى السكري عنده خطورة أعلى قصور القلب كمان نفس الحكي معقول أنه يكون يسبب أذية أعلى من العوامل اللي حددوها موجودة بالسكورات حقيقة أنه وجود فقر دم أحد عوامل الخطورة لأذية الكلية المحدثة بالمادي الضرية بأحد الدراسات هي القصور للفقر الدم وهذا حقيقة أنا أجده سبب غير مقنع فيزيولوجيا شو علاقة فقر الدم بحدوث الأذية تبع الكلية ربما أحصائيا لأوا هذا الكلام بس هل هذا الفقر الدم هو عامل مستقل يعني ولا هو ناتج عن السكري الموجود والأذية الكلوية الموجودة اللي هي أصلا في قصور كلوي فحقيقة هذا ما بحثته بشكل دقيق بس أنا لا أقتنع فيه أبدا أنه فقر الدم بحد ذاته هو عامل أذية هو سبب لأذية الكلية المحدثة بالمادة الضليلة مرة ثانية الارتباط الاسوسييشن ما هو لازم يكون في دراسات قوية بتحدد وجود الارتباط والدراسات بتختلف بين بعضها بتحديد هذا الموضوع إضافة لأنه بأحسن الأحوال نحن نقول أنه التسبب قوي يعني التدخين مثلا هل بيسبب سرطان الرئة؟ ما بيكفيني أعمل ريتروسبيكتف صدي لحتى أثبت هذا الترابط أو هذا التسبب الترابط موجود بس التسبب ما بيكفيني أعمل ريتروسبيكتف صدي لازم أعمل observational وراقب المرضى وراقب الجرعات اللي بدخن باكت باليوم ممثل اللي بدخن باكتين باليوم ودائما في تعرض للتدخين بعد عمل السرطان هذه كلها لازم حطها بحساباتي قبل ما أقول بالثقة أنه هذا التدخين بيسبب سرطان الرئة وهذا هو اللي عندي اليوم السلام عليكم